has been أو have been بمعنى أن شخص ذهب إلى مكان ما وعاده أو لم يذهب هناك أصلا نستخدم الhas been مع الضمائر he, she, it have been مع الضمائر I, we, you, they مثال هي ذهبت إلى لندن ثلاثة مرات من قبل بمعنى أنه هي ذهبت إلى لندن ورجعت ذهبت إلى مكان ما ورجعت فأين كنت؟ كنا في بيت علي ورجعنا حاليا إحنا في موقع غير الموقع اللي ذهبنا له فهي هي وظيفة has been أو have been أنه أنت كنت بمكان ما ورجعت أو بالأساس أنه أنت لم تذهب إلى ذلك المكان الفرق بينه وبين has been وhave been أنه been بمعنى أن شخص ذهب إلى مكان ما ولم يرجع أنه شخص ذهب إلى مكان ما ولم يرجع where has she gone أين ذهبت؟ ولم ترجع لحد الآن he has gone to the park لقد ذهب إلى المنتزه ولم يرجع إلى حد الآن هذا الفرق بين البن والقان أيضا هنا الضمائر مع الhas تأخذ he or she or it will have I, we, you, they example خلنا أخذ أمثلة they have ينطيك اختيارين بالامتحان to Dubai they will be back in five days هم سوف يرجعوا خلال خمسة أيام هم ما زالوا في دبي إذن نستخدم gun لحد الآن ما رجعوا they have gone to Dubai ذهبوا إلى دبي they will be back in five days سوف يرجعوا خلال خمسة أيام have you منطينا الاختيارين to Italy إلى إيطاليا no I haven't أيضا اختيارين there يقول لك أنت ذهبت إلى إيطاليا يجاوب بكلا لم أذهب إلى هناك إذن هو لم يذهب إلى إيطاليا been اللي تستخدم بمعنى أن شخص ذهب إلى مكان ما وعاد أو بالأساس لم يذهب إلى هنالك نستخدم معها كلمة been have you been to Italy هل كنت في إيطاليا أو هل ذهبت إلى إيطاليا no I haven't been there لم أذهب إلى هناك مثال آخر I want to go to Scotland أود الذهاب إلى سكوتلندا I've أيضا اختيارين قال له been there twice ذهبت إلى هنالك مرتان وعدت استخدم معها been is Adam here or has he gone to football practice آدم ليس موجود هناك إذن هو ذهب إلى تمرين كرة القدم وما زال هناك إذن نستخدم is Adam here or has he gone to football practice من خلال معنى الجملة تقدر تفرق بين البن والقان البن بمعنى أنه شخص ذهب إلى مكان ما ولم يرجع البن بمعنى أنه شخص ذهب إلى مكان ما وعاده أو لم يذهب هناك أصلا الموضوع الآخر اللي عندنا question tag الأسئلة الذيلية نستخدم صيغة الأسئلة الذيلية للتأكد من المعلومات if we expect the answer yes فعندما نتوقع جواب نعم we use an affirmative statement and negative tags نستخدم جملة مثبتة والسؤال منفي if we expect the answer no عندما نتوقع جواب لا we use a negative statement نستخدم جملة منفية and an affirmative tag والسؤال مثبت يعني العكس صحيح إذا كانت الجملة مثبتة يكون السؤال الذيلي منفي إذا كانت الجملة منفية السؤال الذيلي يكون مثبت نأخذ أمثلة ليلة is 16 عمر ليلة 16 سنة جملة بزمن المضارع البسيط إذا كان في الجملة الأصلية فعل مساعد مثل is أو are أو do أو did أو can بالسؤال الذيلي نأخذ هذا الفعل المساعد ونقلب حالته يعني إذا كان منفي نسويه مثبت إذا كان مثبت نسويه منفي سجل هنا يمك بالإز والآر والدو والدد والكان إذا موجودات بالجملة نستخدمهن بالسؤال الذيلي ونقلب حالته نأخذ الفعل المساعد نأخذ الفعل المساعد is بما أنه هنانا مثبت نسويه منفي isn't ليلة ضمير هالشي نستخدم بدل الأسماء ضمير يحول الفاعل إذا كان اسما إلى ضمير ليلة ضمير هالشي isn't she ونخلي علامة سؤال مثال آخر he works hard هو يعمل بجد جملة بزمن المضارع البسيط فاعل زائد فعل زائد أس الشخص الثالث جملة بزمن المضارع البسيط عندما ينطلب من عندنا أنه نكتب سؤال ذيلي في زمن المضارع البسيط نشتقل فعل المساعد فعل المساعد في حالة أنه الضمير he أو she أو it هو does بما أنه الجملة مثبتة إذن doesn't وراها نخلي الضمير doesn't he مثال آخر hashim worked جملة بزمن الماضي البسيط in a factory last year ماضي البسيط عندما نخليه بصيغة السؤال الذيلي نستخدم الفعل المساعد did بما أنه الجملة مثبتة إذن ننفي did didn't هاشم هو ولد ضميره he يحول الفاعل إذا كان اسما إلى ضمير didn't he you work in a factory أنت تعمل في مصنع جملة بزمن المضارع البسيط الضمائر you you we I they نستخدم بالسؤال الذيلي الفعل مساعد do بما أنه الجملة مثبتة إذن ننفيها don't عكس الجملة نستخدم السؤال الذيلي don't you الضمير الضمير زين do النزلة بما أنه هو بالجملة الأساسية منفي إذن نخليه بصيغة المثبت بالسؤال الذيلي الضمير نفسه النزلة he had a beautiful house جملة بزمن الماضي البسيط في حالة أنه نريد نسوي السؤال ذيلي نستخدم الفعل مساعد did بما أن الجملة مثبتة didn't didn't الضمير هي ينزل didn't he she has a new camera هي لديها كاميرا جديدة جملة بزمن المضارع البسيط he والshe والit نستخدم لهم الفعل المساعد does بما أن الجملة مثبتة ننفيها doesn't she نستخدم الضمير بعد الفعل المساعد أما الجملة الأخرى she has finished her homework جملة بزمن المضارع التام الفعل المساعد عندي has يفرق بين الجملة أنه هاي الجملة بزمن المضارع البسيط استخدم نالها الفعل المساعد does أما هاي الجملة بزمن المضارع التام إذن نستخدم الفعل المساعد الموجود هنا has بما أن الجملة مثبتة إذن فيها hasn't ونستخدم بعد الضمير she هاي الجملة